قبل ما اتكلم معاكم في المصابين وكل الأمور اللي بتتعلق بالفترة اللي جاية خليني اقول حضراتكم سريعا وبشكل عاجل ورسميا مصر هتقابل منتخب السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مطش هيكون صعبة قوي 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 ودي نتيجة القرعة اللي تلعت في هذه اللحظات وانا بتكلم معها حضراتكم مصر والسنغال في مباريتين الزهاب حيكون هنا في مصر الفترة حتكون ما بين 21-29 مارس المباراة الأولى حتكون عندنا هنا في مصر لانحنا تصنيف تاني وحنحدد معاد المباراة الأولى أعتقد حتبقى في خلال يوم 23-24 على حسب لسه مجاز الفني يستقر على موعد المباراة الأولى المباراة التانية حيحدد معادها من منتخب السنغالي مباراة حتكون صعبة وقوية للغاية مواجهة خاصة ما بين صلاح وسادي ومعنين نجوم ليفر بول إن شاء الله يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني المصري المواجهة التانية تم الإعلان عنها بشكل رسمي الكاميرون حتقابل المنتخب الجزائري اللي خرج من بطولة الأمور الأفريقية مؤخرا ومنتخب الكاميرون اللي ماشي بشكل كويس جدا اللي بقى دي أول مباراة المباراة الأولى حتكون ما بين مصر والسنغال تمام؟ المباراة التانية اللي تم تحديدها بشكل رسمي خلاص من خلال القرعة اللي بيسحبها لحج ديوف طبعا النجم التاريخي لمنتخب السنغالي المباراة التانية حتكون ما بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري يبقى الكاميرون مع الجزائر المباراة التالتة بيتم تحددها في هذه اللحظات حتكون ما بين غانا تمام ومين هنشوف دلوقتي وإدي بايور طبعا نجم التوجولي الشهير هو اللي بيختار هتقابل غانا هتقابل نيجيريا أيضا مباراة هتبقى قوية جدا أعتقد نيجيريا فرصها أكبر بكتير بعد المستوى الصعب اللي شفنا المنتخب الغاني في بطول الكالس اللي هو أفريقية لكن ما تضمنش المتشاط الإقصائية دي ما تضمنش فيها أي حاجة متشاط تصفيات كاس العالم ما تقدرش تتوقع مين يتأهل بس في الحقيقة مواجهتنا هتكون صعبة قوي قدام المنتخب السنجالي وبصراحة لو حتى كنت هتقابل تونس لو حتى كنت هتقابل المغرب الجزائر نيجيريا برضو كتابة مواجهة صعبة جدا يعني في كل الأحوال احنا بنتبع مع حضراتكم لحظة بلحظة آخر التطورات الخاصة بالقرع هعيد على حضراتكم تاني الموعيد بالمناسبة القرع بتقوم فين في مدينة دولة الكاميرونية على هامش بطول الكأس الأمم الأفريقية جدا من قرع الصمراء بالكامل بخصوص القرع دي طيب الماتش الرابع هيكون ما بين القنغو وهنشوف دلوقتي مين اللي هيتم اختياره من قبل أدي بايور النجم التجولي الكبير اللعب تاريخي طبعا في القرع الأفريقية وخد أحسن لعب في القرع في فترة من الفترات أو عام من الأعوام يعني نجم أرسنا ومنشاستر سيتي السابق ولعب في عدد من الاندياء أعتقد توتنام كمان لعب توتنام فبالتالي حيقابله المغرب القنغو مع المغرب أعتقد أعتقد المغرب ضمنت التأهل أو مش ضمنت يعني نفسها صعبة بالتالي المباراة الأخيرة هتكون ما بين تونس ومالي مباراة قوية جدا جدا على منتخب التونسي لأن المنتخب المالي برضو منتخب قوي طيب إذن أقول لحضركم بشكل عاجل نتائج القرعة الخاصة بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم منتخبنا الوطني بشكل رسمي حيقابل المنتخب السنغالي في مباراة حيتم تحديد معادها ما بين يوم 21 مارس القادم ليوم 29 مارس المباراة الأولى عشان إحنا أصحاب التصنيف التاني حتبقى على ملعبنا مباراة الإياب حتكون في ملعب السنغال فهيتم تحديد المباراة الأولى من خلال المنتخب المصري الأيام الخاصة يعني من 21 لغاية مثلا 23-24 تحدد المعاد وده حيختاروا الجهاز الفني وبعد كم مباراة تانية المنتخب السنغالي هو اللي حيحدد موعدها تمام ده فيما يتعلق بالمباراة الأولى النتيجة التانية بتاعت القرعة الكاميرو مع الجزائر غانا مع ناجيريا والكونغو مع المغرب وتونس مع مالي نتمنى الأهم بالنسبة لنا كل توفيق لمنتخبنا المصري وكل توفيق لكل المنتخبات العربية في هذه التصفية نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نتكلم بتفاصيل عن هذه الأوراة يلا بي